اهلا وسهلا فيكم جميعا اليوم ان شاء الله بنحكي فيه موضوع كتير كتير مهم اللي هو موضوع التعليم الالكتروني زي ما انتو عارفين العالم كله بيمر بأزمة شرسة من الأزمات اللي يمكن الأكبر على الأقل في جيلنا احنا هاي الأزمة خلقت فجوة كبيرة يعني فيه احنا بدأنا فصل دراسي ثاني مشينا تقريبا في ربع او ثلث المناهج الدراسية وفجأة صرنا مضطرين نضل في البيوت حجر منزلي بالسبب الظروف اللي بتمو فيها البلد الموضوع تبع البيت كونك انحجزت فيه وبطل فيه دوام في الجامعات ولا في المدارس خلق خلاني نحكي مشكلة كبيرة جدا فيما يتعلق بالتعليم احنا لسه الفصل ما خلص الفصل الدراسي الثاني فبالتالي وجهنا معضلة كبيرة سواء كمدربين او مدرسين او كطلاب في موضوع المناهج الدراسية وكيف بدنا نختيب الفصل الدراسي وهل الأزمة هاي هتستمر ولا لا طيب شو الحلول البديلة والأمور هاي كلها طبعا كلكوا عايشتوها أنا ما بدي احكي كتير فيها لكن اللي بدنا نحكيه هو الحلول اللي تم طرحها للتغلب على هاي ازمة أحد الحلول اللي تم طرحها اللي هو التعليم الالكتروني هذا التعليم الالكتروني هو عبارة عن انه الطالب يفوت انلاين على تطبيق موبايل او على موقع ويتابع مع المدرب او المدرس تابعه المناهج الدراسية ويكملوا الوحدات الدراسية سواء على شكل فيديوهات يوتيوب بث مباشر قروبات واتساب قروبات فيسبوك وخلافه الموضوح هذا واجه خلينا نحكي مقاومة شالسة من الطرفين من الطلاب ومن المدربين المدرب من جهة بعض المدربين حكوا انهم ما عندهم امكانيات انهم نقوموا بعملية التعليم الالكتروني وتحضير الفيديوهات او انه ما عندهم امكانيات انهم نطبقوا الامور العملية امام الطلاب في الفيديوهات هاي او ما بيمتلكوا مايك او ما عندهم خبرة في التسجيل الفيديوهات والامور هاي كلها الطلاب على الجهة الاخرى واجهوا مشكلة كبيرة بعضهم ما عندهم خطوط انترنت وبعض الاخر نت تلعه ضغيف البعض الاخر الاجهزة تبعته ضغيفة ما معه موبايل يحضر الفيديوهات ولا معه لابتوب هذا الاشي خلق حالة صراع كبيرة جدا ومقاومة شارسة للموضوع من الطرفين مش بس من طرف الطلاب فانا اليوم ان شاء الله بدي احاول في هالفيديو اغطي نقاط رئيسية في الجانبين جانب المدربين او المدرسين وجانب الطلاب وبرضو انا عملت استطلاع رأيي عنده لحسابي على الانستجرام وشوفنا اراء الطلاب وشو الحلول اللي ممكن يقترحوها لمواجهة موضوع التعليم الالكتروني او غياب المدربين وغياب الطلاب عن المدارس والجامعات راح اطرح هاي الحلول اللي اقترحوها الطلاب في نهاية الفيديو فخلينا نبدأ بمناقشة المعيقات المعيقات نبدأ بالنسبة للطلاب المعيقات بالنسبة لهم انه بعضهم ما عنده انترنت اللي عنده انترنت ممكن الانترنت اللي عنده مش سريع فبالتالي هاي مشكلة بعضهم ما بيمتلك جهاز لابتوب تم حال للموضوع بانه بس بنزمك جوال البعض الاخر ادعى انه ما بيمتلك موبايل او هو فعليا ما بيمتلك موبايل الان هاي المعيقات الرئيسية بالنسبة للطلاب باقي المعيقات كانت انه ما بيفهمه على المدرب لانه بيشرح بسرعة المدرب بيطرح فيديوهات فقط وما بيتواصل معهم فبالتالي صعب يسألوا اي سؤال لو واجهوا اي اشي صعب المدرب بس بيرها الفيديوهات يعني وان وي كومنيكيشن اتصال في اتجاه واحد وهذا برضو خلق معضلة كبيرة جدا هاي الامور كلها خلت موضوع تعليم الالكتروني بالنسبة للطالب موضوع صعب جدا والطالب اللي خوفوا بزيادة موضوع التقييم بعض الجامعات والكليات ما كانت واضحة بخصوص التقييم واوهمت الطلاب انه هي هتركز بصورة كبيرة جدا على الكوزات والامتحانات اللي هتصير اونلاين وحل الطالب إلها وحيتم تقييمه في المادة بناء على هذا الاساس او على الحاجات اللي بقدمها في الامتحان اونلاين البعض الاخر ما اعطى لامتحانات ولا كوزات ولا اعطى سبل للتقييم فبالتالي الطالب صار في حيرة من امره هل انا لو حضرت اونلاين فيديوهات حيسألوني عنها في امتحان ممكن ارسل في الامتحانات لان امركزتش في الفيديو وهل انا لو قدمت الامتحانات هاي ورصبت فيها معناها انها رصبت في المادة ولا لا عدم الوضوح هذا خلق بلبلة بين الطلاب فصار فيه توجه انه يعتزلوا طلاب طبعا شكل جروبات التعليم الالكتروني هاي المعيقات ما بدنا نحكي في الحلول الان لان ننتقل للمعيقات الخاصة بالمدربين المدربين بعضهم حكا انه ما بيمتلك موبايلي يصور فيه فيديوهات لو المادة تبعته عملية وما بيمتلك مايك احترافي يصور فيه او يسجل صوته فيه ما عنده لابتوب او كمبيوتر يصور الشاشة اثناء شرحه على السلايدات او العرض البوربوينت بعضهم حكا انه ما عنده خط انترنت فبالتالي كان برضو فيه معيقات من طرف المدربين الطلاب يعتقدوا انه المدربين حابين كانوا الموضوع بعضهم او بعضهم لا لكن بالاجمال المدربين اغلبية تبعتهم ما كان لهم اي خبرة صابقة في التعليم الالكتروني فصار فيه غاب صار فيه ثغرة بين الطلاب والمدربين في الموضوع هذا المدرب صار يقرأ السلايدات قراءة للطالب والطالب يتفرج هو قادر يقرأها بنفسه فما فهموا على المدربين هاي برضو معيقات بالنسبة للمدربين بالنسبة للكليات والجامعات صار فيه معضلة اللي هي الية التقييم و الية توصيل او تواصل مع الطالب او تحقيق التواصل بين المدرب والطالب صار فيه معضلة كبيرة المواد العملية المدربين واجهة صعوبة كبيرة في شرحها لانها بتحتاج لمجهود اضافة وبتحتاج لمعدات فبالتالي عملية شرحة برضو صارت صعبة عليهم فكل معيقات وين الحل الآن نبدأ قبل الحلول نحكي شوية عن التوجه العالمي للتعليم الإلكتروني قبل خليل نحكي خمس أو عشر سنوات ما كان أي حد بيحضر فيديوهات يعني اليوتيوب تقريبا من 2007 أو 2006 بدأ ينشهر والفيديوهات التعليمية بدأت تنشهر مؤخرا والدورات التعليمية الأونلاين بدأت تنشهر مؤخرا إلا أن توجه العالمي كله صار نحو الفريلانسينج العمل الحرع بالإنترنت التعليم عن بعد التعليم الإلكتروني أي شغلة عبر الإنترنت صار كل عالم بتوجه لها كيف يعني؟ يعني أنا بدأت علم مهارة جديدة بروح إلى الجامعة بتعلم شوية لكن اللي بتعلمه بيكون أوتديتد إيش يعني بيعلموك لغة قديمة قرضت تقريبا أو لغة غير مستخدمة أو غير شائعة الاستخدام فبالتالي بدأت تروح تحضر دورة أونلاين أو تشتري دورة أونلاين وأسعارهم زهيدة جدا على مواقع كثيرة زي يوديمي وكورسيرا وفي مواقع رواق عربية مواقع كثير بتتيح دورات أونلاين عملي ونظري طبعا مش بس مساقات نظرية برمجية لا فيه برضو مساقات عملية إلكترونيات زي مثلا المهندس وليد عيسى اللي بنزل دورات إلكترونيات على اليوتيوب الآن هذا الإشي قل للقاب تبعة التعليم الإلكتروني يعني الطلاب صار فيه توجه عالمي للتعليم الإلكتروني فبالتالي لانتقال بسبب الأزمة للتعليم الإلكتروني بالنسبة لنا إحنا يمكن كان صعب شوية بس بالنسبة لدول تانية كتير كان سهل جدا جدا لأنه هم أصلا بدأوا بالاعتماد على التعليم الإلكتروني وبدأوا الكتب صاروا يستخدموا أي بادات والأمور هاي كلها فإحنا ممكن نستغل الفرصة هاي إنه نحقق التوجه ونقلل الفجوة بين الطلاب والمدربين فيما يتعلق بالتعليم الإلكتروني المدرب بدأ ما يسرد سرد ممكن إحنا نواجهه نعطي للمدرب دورة في كيف يعلم طلابه أونلاين الدورة هاي مش حتى تستغرق أكتر من أسبوع وممكن المدرب نفسه يحضرها أونلاين ويتعلم من خلال هاته التكنيك ممكن يستخدمها في تدريب الطلاب وتدريسهم نفس الوقت ممكن نحدد أليت التقييم واضحة ونفهم الطالب إنه الهدف من التعليم الإلكتروني مش إنه نحنا نقيمه نرسله درجات ونرصبه وننجحه الهدف إنه هو توصل المعلومة كاملة دون أي نقصان بل على العكس تحقيق توازن أكبر من التعليم اللي في المدارس والكليات اللي واجها للواجه لأنه الطالب مش راح يخجل كتير لما يسأل المدرب تبعه أونلاين لأنه مش هيكون في وجهه فبالتالي حيتخلص من عخدة الخجل الناتجة عن الأسئلة اللي من نوع هذا طيب هاي حل إنه إحنا ندرب المدربين عساس يبدو يشتغلوا أونلاين ودربوا طلابهم أونلاين ويصوروا فيديوهات احترافية بدلا من طريقة السرد خلصنا من موضوح هذا نحكي عن المواد العملية المواد العملية يا إخوان في فيديوهات على اليوتيوب معبية الدنيا بخصوص كل الجوانب العملية في العالم ممكن المدرب إذا ما عنده أكسز للقطع العملية اللي بدي يشتغل فيها يشرح الأمور النظرية وبالنسبة لأمور العملية يستعين بمحتوى أو بمعين بصري تدريبي من اليوتيوب أو من أي موقع تاني أونلاين ومعظم الشركات اللي بتوفر المعدات العملية لو توصلت معها ممكن تبعث لك فيديوهات للمعدات تبعتها بترفعها لطلابك وبتشرح لهم يعني أنت افتحها الفيديو صور الشاشة وانت بتحضر في الفيديو وشرح لهم شو اللي بيصير أمامهم في مثلا الموتور أو في الدار الكهربائية هاي نقطة مهمة قليت تقييم المفترض ما نخوف الطلاب منها هذا من سأل المدربين والكليات لازم نحل المعضلة حيث إنه نفهم الطالب إنه الأساس إنه يفهم أنت لازم تفهم المعلومة كاملة بعد ما تفهمها كاملة بنشوف آلية التقييم أما الأولوية مش لآلية التقييم لأنه نحن الأولوية إنه توصلك المعلومة كاملة الآن هلا بالنسبة للمدربين بالنسبة للطلاب معظم الطلاب تحججوا إنه نت عندهم ضعيف فش عندهم نت أصلا بعضهم تحجج إنه ما بيمتلك جهاز كمبيوتر واللي بيمتلك جهاز كمبيوتر برضو في ناس حكتنا بتمتلك موبايل طبعا كلها حجة جواهية ليش لأنه لو أنت ما عندك خط إنترنت ممكن تشتري نظام الإنترنت أبو ساعة اللي بيوازعوه في الشوارع كل شارع تقريبا موجود في النت هذا وتفوت ساعة نت تحضر الفيديوهات أو المحاضرات تبعتك لو ما بتمتلك جهاز كمبيوتر ممكن تحضر مخال موبايل لو ما بتمتلك موبايل ممكن تستعين موبايل خاص بالوالد أو بالوالدة أو بأحد إخوتك أو بصديق إليك ساكن في الحارة فبالتالي إحنا لازم نتكاتف عشان نحل المشكلة لأنه هاي أزم علينا كلنا يعني المدربين غالبا مش مبسوطين كتير لأنهم ما بيعرف أصلا كيف درسه أونلاين مش مبسوطين كتير هم بدرسه أونلاين إلا أنهم مجبرين على هذا الحكي إما من إدارتهم أو مجبرين لأنه هدأك العيشهم أو في بعض المدربين بدرسه لأنه هم حابين الطالب ينتهي الفصل الدراسي هو بيعرف كل إشي ومتعلم كل إشي فإحنا بدنا نراعي كطلاب النقطة هاي لو المدرب أنت كطالب واجه أي مشكلة في فهمه ممكن تبعط له سؤال أو استفسار وخليه شرح لك بدل مرة عشرة ما تخجل من المدرب لأنه في النهاية هاي مصلحتك وإنت لازم تسأل كل سؤال بغيب عنك في المادة هاي بدنا نوضح نقطة مهمة جدا دول زي الكويت مثلا أنهت الفصل الدراسي على المناهج اللي أخدوها الطلاب وما في أي تعويض لا صيفي ولا فصل الدراسي السنة الجاية ومعظم الكليات والجامعات صعب جدا نتعوض ليش لأن لو انتهت الأزمة اللي وافترضنا في شهر 8 أو 9 هيك انتهى الفصل الصيفي وبدأ الفصل الجديد فبالتالي أنت مش حينفع الفصل الأول ينحط في مواد الفصل الثاني تبع تسنة هاي وكل الطلاب حيتأخروا على الأقل سنة دراسية بسبب الموضوع هذا فعشان معظم الجامعات والحكومات تتجنب الموضوع هذا كلهم بيحاولوا يتواجهوا للتعلم الإلكتروني وبيحاولوا ينهوا الفصل الدراسي ويرسدوا أي درجات بحيث أنه الطالب يتسجل لأنه أخذ المادة الفلانية وينتقل للسنة اللي وراها بسرعة عادية هذا الليش هيأثر على الطلاب كتير مش هيأثر على مدربين ولا على الجامعات والكليات الطالب لو كانت هاي آخر سنة إليك والفصل الثاني كان فيه مواد فارقة معاك بتفرق معاك في الشغل تبعك أنت لو رحت لأي مشغل في المقابلة حيسألك أسئلة غالبا في المواد هاي لو أنت حكيت له أنه أنت بسبب أزمة الكورونا تعلمت هاي المادة أونلاين ما فهمتش منها حاجة غالبا هو حيراعي ظروفك لكن مش حيوظفك عنده ليش لأنه غيرك حيكون جاي وتعلم لحاله المادة هاي أو تعلمها أونلاين من المدرب مش نسحب من المادة فهمها وجاوب الأسألة في المقابلة وأخذ المقابلة الناس حتفعاطف معاك لكنها مش حتشغلة محدش هيقبل الأعذار ليش؟ لأنه إحنا في عصر التطور التكنولوجي اليوم الطالب بيقضي من الوقت على الفيسبوك والإنستجرام ما يقارب لعشرة وعشرين ساعة في ناس ما بتنام توصي ليلة النهار وهي بس تتفرج على فيديوهات التيك توك والإنستجرام والفيسبوك وبتيجي عند برنامج الموديل أو برنامج جوجل كلاسروم تحكي لك أنا مش عارف أعمل أبلود للهومورك مش عارف أرفع الواجب تبعي للمدرب عادي زي ما أنت بتفوت على اليوتيوب وتبحث عن أغنية أو بتبحث عن قصة وتبحث عن موسيقى تسمحها كانك تكتب على اليوتيوب كيفية تحميل أو رفع الواجب على جوجل كلاسروم كيفية استخدام برنامج موديل للتعليم الإلكتروني راح تشوف بدل الفيديو 100 فيديو بيشرح كيف تستخدم المنصات التعليم الإلكتروني المختلفة وهي الفيديوهات كلها موضحة خطوة بخطوة بس عليك تبحث في المكان الصح وأنا من هنا بواجه رسالة لأي شخص حابب يستفيد حابب يتعلم أونلاين لو أنت مواجه مشكلة في أي برنامج تعليم الإلكتروني بيستخدمه مع كوليتك أو جامعتك اتراح لي اسم البرنامج تحتك وأنا راح أعطيك فيديو أو أنا راح أوضح لك كيف تستخدمه وتتعلم وتستفيد طيب وجهنا مشكلة ثانية المدرب بيشرحنا مش فاهمين ولا إشي حاكنا له عيد وبرضو ما فهمنا شو نعمل بتروح على اليوتيوب وبتبحث عن النقطة اللي ما فهمتها مثلا أنا بشرح الإلكترونيات ما فهمت كيف يشغل الترانزيستور بروح على اليوتيوب بكتب شرح الترانزيستور مثلا أنا بشرح برمجة وما فهمت شو يعني دوال بروح على اليوتيوب بكتب شرح الدوال في لغة استعين بالتقنية المتوفرة بين إيديك في الفهم ما تحط كل حمل على المدرب لأن المدرب في نهاية غالبا هو بيعرف يشرح لكن ما قدر يوصل لك المعلومة لأنها أول تجربة له في التعليم الإلكتروني بدنا نراعي الموضوح هذا بدنا نراعي النقطة هاي مهم جدا جدا تكاتف الجهود لأنه في النهاية هينثل فصل الدراسي العلامات مش هتكون مهمة وراح يتم اعتبارك حصلت على المادة العلمية الموجودة في المواد الدراسية تبع الفصل الثاني وانت راح يتم تقييمك من المجتمع ومن الناس من المشغلين على اساس أنك خدتهم حتى لو انت انسحبت من المادة وما أخدتها الناس اللي بتفكر تنسحب من المواد وترجع تاخدها الفصل الجاي راح يضيع منكم فصل أو سنة وهذا راح يأخركم عن باقي طلاب ضفعتكم ممكن يأثر على فرصتكم في الحصول على وظائف فبالتالي الموضوح هذا مهم جدا 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 موضوع رأي الطلاب في التعليم الإلكتروني راح أعمله فيديو من فصل وراح أطرح الحلول اللي حكوا عنها الطلاب لأن هذا الفيديو طول يعني احنا وصلنا على 15 دقيقة بتمنى تكون الصورة وضحة هاي أزمة في الأزمة لازم الواحد يحاول قدر الإمكان يكون عنده مرونة في التعامل مع الحيفيات تبعة الأزمة هاي ويحاول سواء كان مدرب أو طالب أو جامعة أو كلية يتخطى الأزمة هاي بأقل الأضرار وإن شاء الله بيمشي في موضوع التعليم الإلكتروني وإن شاء الله بتعد الأزمة وبتمنى السلامة للجميع يعطيك ألف عافية كان معكم أشرف المدهون وربنا إن شاء الله يهون علينا جميعا هذه الأزمة تحياتي يعطيك ألف عافية تحياتي 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 اشتركوا في القناة